هكذا تقتحم المرأة المصرية أصعب المهن الشقة تنافس الرجال بقوة وإرادة وتحدي لتصبح المعلمة مونة أشهر جزارة على مستوى الجمهورية تمسك السكين بقوة وتذبح عجلا لم يمنع نظرة الناس إليها كامرأة من التعامل معها وأن تمارس عملها بقوة حتى استطاعت أن تصنع لها مكانة كبيرة في مهنة الجزارة إضافة إلى حب من يتعامل معه من زبائنها أول بدايت في المهنة مع والدي وكان إخوات أكبر مني شغالين فأنا من حب في والدي بقيت أروح معاه المحل وحبيت المهنة من خلال والدي فجيت دخلتها أما دخلتها ما عرضنيش اللي عرضني بقى أولاد العام بقى إزا أني بنتك تقف في محل إزا أني هتقف وسط رجالة هو الداني الدفعة الداني الدفعة للمهنة وبقى يشجعني فيها وبقيت أروح مع السلخانة لغاية لما أخواتي كبرهم وولاد أخوي هتطبع وبقيتها نقف في المحل وهم ينزلوا السلخانة وليه أخوي هو اللي بنزل السوق أنا على قد المحل هنا توظيف ببيح شركات أي شركات تتبح أنا بطلع معاهم فيها بدأتها من وانا عندي بتاع حولي يجي ستاشر سنة ممكن أقل بس التشفية يعني عندك النص اللحمة ده منكم ياخد في ايدي ربع ساعة عشر دايق أنا أخدته في أول مرة أمسكز لك محدش علامنا أنا بيت أبص بعين أعدت فيه جي ساعتين تلاتة لغاية ما بدأت بقى أخدتها بالتدريج كده الحمد لله الحمد لله فضل من عند ربنا يعني بشوف كتير جزارين بس مش بنفس المهارة اللي عندك كتشفية كتبيح كطعية ككل حاجة يعني فبعد والدي اخواتي بدون الدفع كملت المشوار بعد ما أولدي توفى اخواتي بدون الدفع فيها وولد أخويا اخواتي الصغيرين اللي أنا علمتهم فهم فقرون بي يعني أنا بفتح ممكن أو أغاية تفتح الساعة سبعة تمانية كتير خلص خلص لو فتحت متأخر تمانية تمانية اللي ربع أكون فتحة بقعد لتسعة لعشرة في قاشتها إنما في الصيف منكو نقعد للساعة اتناشر حداشر حسب الشغل عندي دراعة ده أقسم بالله من بعد العيد ورم من الشغل من كتر الشغل من كتر الشغل بقى ما انت بتاخد بقى خمساشر يوم شغل عيد شركات بقى الشركة دي لم أغزة فيها عجليين الشركة دي فيها عشرة الشركة دي فيها خمسة الشركة دي فيها فمشقة إما تواف انت تقطع ده كلها يعني اللي بيسلو خلال اللي بيشفي مش بنفس صعوبة التقطيع مسكة السكينة إما نغرب المواقف كتير يعني حاجات كتيرة يعني فيه ناس تأول ما نروح الشركة يقول إيه ده هو أنت يجيب لنا واحدة ست يقول له آه إزاي عما هتتبع يقول له هتتبع أصبر بس انت تشوف الشغل تشوف يبصوا على الشغل كده يقول لك لأ من جرد بس ما بمسك السكينة في ايده واشتغل بسم الله ما شاء الله الله أكبر يفضلوا بعطوا المواقفين بقى ينفوا فيها في الكلام عشان يجيبوا معاه في الكلام من اللي علمت ما جبتها ازاي تعلمتها ازاي كده فمن خلال كده كده بقى الزبون بيجيب زبون إنما لو أنا مثلا ست مش محترم ولا سمعتي مش هي مش هتلقى حدي هتيجي سرتك بالوحش فأنا على قد ما بقدر بخلي الحمد لله الحمد للفضل من عند ربنا كل مدى سمعتي بتزيد مع الناس يعني أنا ليه وجهة نظر في شغلي بلى واحد اللي هو وجهة نظر تبقى كذا كي أقول له طب قد وجهة نظري وبراحتك برده هنعمل كذا 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 هنتبح في الحتة دي هنعمل كذا يبص في الآخر يلقى وجهة نظر أنا صح يقول لي اللي انت شايف أعمل إيه أنا بحاول أقنع لأن دي مهنتي أنا عارفة هعمل إيه فبيسمع الكلام بروح خلاص اللي انت شايف أعمل إيه ما فيش مهنة للراجل والست ما فيش مهنة للراجل والست وفي أكل عيش والظروف لازم تحكم على أي إنسان طلباتي كلها بتعملها بصراحة وأنا باخد منهم لحمة كويسة جدا وممتازة وأنا متعود عليهم بقى لي سنتين فباجي أخد منهم لحمة وأنا مطمئن خالص بجي أنا بقى لي أكثر من 15 سنة دايما بجي ناخد منها ده كل حاجة يعني معها أول وآخر واحدة شفتها في حياتي يعني كغزارة وكبه الصراحة بميت راجل بقى منا ومتعامل معها دايما والحاجة عارفها وبتعاملنا عارفها موسيقى أحد ده زي ما تشايف كده البطاين أخواته كله لازم يلبس كمامات التومين يلف فيش هادة صحية كله كله سليم كله موجود يعني موسيقى 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 فهي بعض شخصية كده مش عاوزك تبغى واخد الضوغم مش عاوزك الناس تتكلم عليك فالشخصية اللي زه دي بعرف أن هو شخصية فشلة فأنا باعرف أتجنب الشخصيات اللي زه دي ده رجت فيه ناس بيهم وعازين يفتحوا لهم محل بسنا اللي رفضهم طيب هنسيبك مع أخواتك وكده قلتولهم لا أنا اللي رفض المبدأ نفسه رفض المبدأ نفسه أولاد إخواتي ده ده الولاد أنا اللي مربيوهم وإخواتنا اللي مربيوهم الله هي اللي أنا طلبها إن شاء الله حجي أكبرها أنه وياها السنة ده بإذن الله ومنعاتنا نشيل البواباء ده عن المسلمين جميعا أحمد من دوح مراسل الني